اشتركوا في القناة لكم ان هذه الحلقة هي حلقة تحمل خصوصية لاننا نستضيف ضيفا مميزا واخا عزيزا مرحبا بكم اخوتي في هذه الامسية مع عين على المشرق مرحبا بكم مجددا في هذا المساء الطيب استضيف سماحة العلامة الاخ والصديق والرفيق والاخ التوأم سماحة الاخ الدكتور حمدي مراد الذي تعرفون والذي اعتزوا بعلاقتي به علاقة امتدت عقودا ومن خلال مؤسستنا الوطنية مركز التعايش الديني نحن في هذا المساء نلتقي لننظر على هذا المشرق الذي نزلت فيه رسالات السماء الذي استقبلت الارض دعوات الى الخير والحب والعدل والسلام في هذا المساء نلتقي لنسير معا ونحن نبحث في هذه المودة التي تربطنا نحن بني البشر ضيفي لن اعرض سيرته الشخصية فهو اكبر من ان تتسع هذه الحلقة لاعدد ما انجزه وما حققه والميادين التي تميز فيها وابرز هذه الميادين هي ما اتصف به من تواضع وحب وعمق وارتباط بالسماء انه العالم وهو السياسي وهو المثقف وهو الاكاديمي وهو الاستاذ ولكن قبل وبعد نعتز به انه الشيخ حمدي الانسان الله يخليك بصر خير سيدي يا مساء النور حبيبنا توأمنا الله يخليننا ياك يا حبيبنا انا سعيد جدا ان تكون ان اكون الى جانبك انت تستضيفني في عين على المشرق انت مش ضيف انت صاحب بيت الله يخليك ولك في القلب مكانه وفي عين على المشرق انت من الذين يصرون على ان يبعثوا فينا الرجاء ويوحي الينا بكل ما هو خير نور سات ورحبكم في هذا المساء سيدي وانا بكل اعتزاز وافتخار اجد نفسي بمعيتكم في هذه الليلة المباركة في نور سات وفي عين على المشرق هذا البرنامج الذي يشرق بكم وبعطائكم المتميز باخوتكم بانسانيتكم بايمانكم النقي الذي نستشعر من خلاله رسالة للانسانية وليس فقط لنا نحن العرب مسلمين ومسيحيين او لغيرنا من هنا او هناك فرسالتنا انسانية عالمية تحمل كل معانينا المحبة والمودة لهذه الاسرة الانسانية كما ارادها الله حياة طيبة سعيدة انيسة تحمل معنى السلام والاستقرار والمحبة والوئام سيدي انتم سيدي انتم مؤسس واخ وشريك ومعلم وركن في مركز تعيش الديني كيف ترون دور هذا المركز الان في هذه في هذه الحقبة من زماننا في زمن الكورونا في زمن التطرف في زمن الفكر الارهابي في زمن الجوع في زمن غياب الرجاء والامل كيف ترون دور هذه المؤسسة الوطنية التي لكم الفضل في نجاحها استغفر الله نحن بمعيتكم كان هذا الفضل الذي استوحيناه بنفس مشترك وطني وسماوي مشترك ايضا يوحي لكل عاقل ولكل قلب سليم مؤمن اننا فريقا واحد من اجل حياة سعيدة لهذا الانسان هذا المركز الذي تشرفنا بمعيتكم منذ تأسيسه وحمل رسالته التي مضى عليها ستة عشر عاما او يزيد اعتقد انه كان سباقا لنداء تطويق كل اساليب المؤدية الى العنف او التطرف او الارهاب كان صوته ليس وطنيا في الاردن فحسب ولم يقف عند حدود الوطن العربي ولا الامتين بل امتد الى الشرق والغرب يقدم هذه المعاني المقدسة الانسانية الراقية ويحذر من استعمال الدين بأساليب التطرف او الارهاب او العنف استعمال السياسة عند السياسة الكبار او غيرهم ليكونوا معولا لا يناسب انسانية الانسان وهدوء هذا الانسان الذي يحتاج الى وقفات تعيد له كرامته كما ينبغي ان يكون لا نريد ان نستذكر القرن الماضي بما آلت اليه الحرب الكونيتين الحربين الكونيتين نعم وما انتجته من مآسي ومن ارامل ومن ايتام ومن دمار عالمي نحن في القرن الحادي والعشرين هذا المركز اقولها بكل استحقاق كان لماحا لما هو آت واستشعرنا ايضا من خلال حكمة قيادة هذا الوطن الهاشمية كثيرا من الدروس والعبر البعيدة والقريبة نحمل رسالة تقول لا للعنف لا للتطرف لا للارهاب تحت اي معنى او تصور لن يتغير الحكم ان هذا جريمة نكراء اذا استعمل باية نسبة فان البحر يبدأ بنقطة ماء ثم يفيض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا احنا بالالفين وثلاثة تم تأسيس هذا المركز نعم وجاء تأسيسه استجابة لحاجة بعد 11 سبتمبر صحيح للأسف في هذا العالم كما تفضلتم هناك استخدام للدين هناك تشويه للدين هناك اختطاف للدين كيف ترون دور المؤسسة الدينية ورجال الدين وعلماء الدين دور المسجد دور الكنيسة ما هو دورنا نحن خاصة في هذا الزمن الذي نرى فيه قيادات سياسية قيادات سياسية تنزلق تنزلق نعم إلى موقف تستعدي فيه الدين أو أنها تستعدي أتباع الدين وتشويه صورة الأديان كيف ترون هذا الواقع المرير الله هذا الواقع المؤلم للأسف ناتج عن سياسة المصالح في هذا العالم المادي نعم نحن مع كل المعتقدات احتراما وتقديرا نعم بدءا من الإلحاد لهو لا نميل إليه كمؤمنين طبعا ولكننا نتمنى لهذا الملحد أن يتجه بروحه بعيدا عن جفاف المادية وقسوتها ومع ذلك خطابنا باتجاه الساس الكبار الذين يحملون أكبر المسؤوليات في العالم انزلاق أحدهم هو انزلاق للعالم كله وخطأ أحدهم قد يشكل حربا كونية ثالثة أو شبه ذلك ولذلك نحن توجهنا إليهم بالدعاء أن يكون الله معهم لتسديد خطاهم على الطريق الصحيح وليس الانجراف والانزلاق نحو سطحيات تشكل أزمات خطيرة وتحرك مكام من تثير عصبيات خطيرة نحن حتى القرون الوسطى إذا استذكرناها نجد أن أوروبا غرقت نتيجة الفعل وردة الفعل من قبل حمقا حملوا لواء الدين بشكل خاطئ نعم وعاشت أوروبا ظلاما وظلما أمام هذا الواقع لا نريد ونحن في القرن الحادي والعشرين ثقافة وعلم ووعي وتقدم صناعي وتقدم فكري وتقدم تكنولوجي أن يسيطر علينا الشيطان بكل بساطة لنستعمل هذه التكنولوجيا النعمة وهذه القدرات بدل أن تكون على تصنيع السلاح للتنافس على من يبقى ومن يزول أن يكون سلاح الإيمان والمحبة والوئام وأن يعيش الناس فقراء ليصبحوا أغنياء والأغنياء ليضفوا أياديهم البيضاء على الفقراء والعلماء ورجال الدين أن ينطلقوا يداً واحدة مؤمنين بالله متوكلين عليه وهم يقدمون هذا النموذج الرباني الإنساني لسعادة الإنسان نحن أمامنا رسالة مقدسة سماوية بكل معتقداتنا نحن المسلمين والمسيحيين ومن يلحق بهذا الفهم الرباني وقواسمنا المشتركة أعظم من أن تفكك أي آصر من أواصرنا نعم الإيمانية والإنسانية ولذلك نحن الآن في مرحلة تحتاج منا صوتاً مشتركاً وقلباً خفاقاً بالمحبة والمودة ونترك الأمر كما قال الله تعالى في الإجتهادات النسبية الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي أن الآية هنا توحي إلى أننا يجب أن نبقى على الخط معاً وأن نترك أمر الحكم في الخلاف لمن هو صح أو خطأ لله يوم القيامة سيدي نحن في هذه الأيام ونلتقي في هذا المساء لنتحدث في ما ينبغي أن نتحدث عنه وهو هذه الوقفة الكريمة الطيبة التي أرى فيها أبناءنا وإخوتنا مسيحيي هذا المشرق وهم يعربون عن رفضهم واستنكارهم وغضبهم من هذه الإساءة التي تتعرض للإسلام ولنبي الإسلام النبي العربي الأمين نقول في هذا المساء ومن هذه المحطة من نور ساتر أردن نقول بأن اعتدنا نحن أن نكون معاً وفي هذا اللقاء في هذا المساء هذا ليس لقاء بروتوكولياً هذا لقاء نجسد فيه فهمنا الواحد بأنه هناك اختلاف هناك اختلاف في العقيدة هناك اختلاف في الفقه الدين هذا الاختلاف لا يبرر أن نرى أن نتعاون لا يبرر إلا أن نتعاون إلا أن نتعاون في مواقف أنا أفخر سماحتك بإخوتنا المسيحيين الذين هبوا وصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بهذا الاستنكار كيف ترى دورنا نحن كقيادات دينية مسيحية وإسلامية في هذا الظرف نعم إيش دورنا؟ يعني أيضاً في اعتقادي مرة أخرى بعد هذا التقديم المستنير من سعادة أبونا الأبنبيل عفظكم الله أساسة قيادات سياسية ورجال الدين قيادات دينية كلما افترقوا كلما عاش العالم في أزمات خطيرة وكلما التقوا على طاولة اللقاء توأمة ما بين السياسة التي في الأصل هي خدمة الإنسان والشعوب لترقى بها أمناً واستقراراً وحياة كريمة وبين رجال الدين الذين يرقون بهذه المادية المتوازنة إلى روحانيات تأخذ بأياديهم نحو صفاء القلوب ونزع فتيل التنازع والتعصب من هذه القلوب السياسة لا يستطيعون نزع فتيل التنازع إطلاقاً لأنه بعد روحي السياسيون يتعاملون مع الواقع المادي فإذا انفصلوا عن الروح الماد التي تعطي المادة شيئاً من الروح لتنشئ التوازن على هذه الأرض فإنه يتحول إلى صراع بعضهم رجال الدين يشدون باتجاه الروح والآخر يشد باتجاه المادية وينشأ صراع غير متكافئ مع أن الأصل هو توحيد بين الروح والمادة فهذا الفصل من أخطر ما يكون وعندما فصل الدين عن السياسة بالمفهوم المطلق هو خطير لكن عندما يكون تنظيماً أن السياسة تشتغل بواقعها السياسي وترتيبه لكن هم بحاجة إلى قناة روحية تمدهم بتوازن لهذه السياسات التي يقودونها داخل بلادهم وخارج بلادهم يجب أن تكون خريطة العالم خريطة واحدة والرؤية لها بلد واحد من هنا أول إطفاء لفتيل التنازع أبونا الحبيب وأحبتنا هو أن أشعر أنني هنا في عمان أو في القاهرة أو في لندن أو في باريس أو في واشنطن أو في بكين في موسكو حيث نحن أننا بشر نريد أن نعيش بمحبة وسلام ما الذي يمنع؟ إن الذي يمنع هو نزاعات لا طعم ولا لون لها لا يقودها ولا يجسدها إلا الشيطان من جهة ومصالح الإنسان الشرح باتجاه الهيمنة والسيطرة والإقصاء نحن بحاجة إلى أسرى إنسانية عالمية والكل مع معتقده ودينه وصلاته وعبادته وقدراته الفكرية لكن نقيم مشتركا وهذا ممكن لا يمكن أن نفقد إمكانية أن نجد الحل المشكل العالمي ولا يمكن أن نتكلم بغير اللغة العالمية معنى نزعنا لأن لا أشعر بمن يتألم في أوروبا أو في إفريقيا أو في آسيا معناها نزعت إنسانيتي أولاً وبالتالي بكون قد حطمت معتقد الذي أزعم أنه صالح وهو غير صالح حينئذ ما لم أرى أخي الإنسان في أي مكان يدي بيده أعينه بقدر المستطاع ولا أعاديه ولماذا أعاديه وما الداعي إلى ذلك وما هي النتائج وتحت أي عنوان نقود سيوفنا نحو صراع ليس وراءه إلا الدمار والدماء نريد روحاً دينية راقية ويجب أن نعمل عليها بصراحة لأن هذه أيضاً تحتاج منا جهداً كبيراً أخي الأب نبيل وكذلك الساسة لا يغرد كل منهم على مصالحه ومزاجه ورأي مستشاره سين أو صاد أو عين أو لام ويفقد خريطة التوازن العالمي سواء ببعد ديني تفضلتم موضوع الإساءة إلى الرموز الدينية إلى الأنبياء إلى رجال الدين وهم مسالمون ومبادئهم ونصوصهم سلمية مسالمة آمنة مطمئنة وتدعو للأمن والاطمئنان العالمي لماذا يأتي بعضهم؟ لفاعل ربما كان وراءه ما وراءه وقد لا يكون إلا مبرمجاً وليس نابعاً من رحم هذا الدين أو ذاك وإن كان من أتباع ذاك الدين فهو مبرمج باتجاه إنشاء صراع فهل يعقل لسياسياً كبير يقود دولة كبيرة وينسى أن دولته مر عليها زمان استعمرت بلاداً عشرات السنين بل مئات السنين وبعض الإحصائية تقول خمس مليون ضاعوا تحت وطأة الاحتلال العسكري لهذا البلد أو ذاك البلد ألا تراجع حساباتك بأنك أثمت كدولة يوماً ما لتنتقل بنقلة متواضعة إنسانية وتمد اليد التي تقول لك أنا مسلم أنا مسالم أنا أقود لك السلام وأنا مع بوابة السلام ويدي بيدك نضرب الإرهاب بحديد ودعاء وتوعية وثقافة فلماذا تتهرب مني وتتهمني وتدعوني للصراع شئت أم أبيت النداء كان نداء صراع وليس نداء وئام وصلح وتفاهم من قال أننا نقبل أي اعتداء أو مساس بكرامة إنسان أجمع العلماء المسلمون على رفض الإرهاب جملة وتفصيلاً وفندوه من هذا البلد وأعلنها نضرب بيداً من حديد معاً ونتحالف مع كل أعوان دعاة السلام بكل قوة والعلماء ورجال الدين المسيحي أخرجنا رسائل كما تعلم أخي الحبيب من المركز الأردني للتعايش الديني الذي نفخر به وبهذا الوطن وبقيادته التوجيهية لهذا المسار الإنساني العالمي السلمي الذي يحب كل أهل هذه الأرض بكل معتقداتهم كيف يمكن أن نقيم برنامجاً حقيقياً لا يمر مرور الكرام أمام حدث وإنما ضمن رؤيا متكاملة بودي أن هذا الزعيم أو ذاك يقول أنا سمعت وصلني تقرير عن كلامكم إذا بوصلوا له تقرير للأسف لأن هناك من بعض المستشارين حول بعض الزعماء من له أجندات ويؤثر على صاحب القرار لكن فلينادي تعالوا يا علماء المسلمين ماذا تقولون بالذي جرى اسمع منا واسمع نداءنا واسمع حكمنا سنسبقك إلى الضرب بيد من حديد على هؤلاء كائناً من كانوا ولذلك هذا الاتهام لا يزيد التطرف إلا تطرفاً والإرهاب إرهاباً والفرق تمزيقاً والصراع الهادئ الفكري أو الغير الفكري أو غير الهادئ الفكري إلى صراع مواجهة فهل نحن بحاجة إلى سكون وسلام أم إلى صراع بعيداً عن الوئام؟ شكراً سيدي نتوقف الآن مع فاصل ونعود لنتحدث عن بيان أصدره مركز تعايش الديني حول ما يسمى بالرسوم وأصبحت الرسوم أصبح الفن وسيلة لا لتخاطب الروح ولا لتخاطب الجمال ولا لتخاطب الإنسان في إنسانية بل أصبحت وسيلة لكي يخاطب فيها الإنسان بنهج الشر والإساءة أخاه الإنسان نتوقف ونعود بعد هذا الفاصل نتوقف ونعود بعد هذا الفصول عندك المتريحة ألا ترجع الدينيب تضحك لك نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير محبي وفير موسيقى هي منبر للحرير حدنا بيت المسيحي وعنده كلمة صريحة قوية تصرخ لال الطائفين هي رسالة مسكونة مش سياسة ولا حزبة وصوتة للوحدة الكنسة نور ساتي ليلة نور ساتي ليلة ميل نور ساتي ليلة ميل نور ساتي ليلة ميل نور ساتي ليلة ميل محبي وفير نور ساتي ليلة ميل موسيقى 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 أحبتنا نحن عندما نشهد حدثا أو فتنة أو مؤشرا على شر هنا أو شر هناك نحرص فورا على أن يتدخل مركز التعايش الديني للتعبير عن موقف أو للمطالبة لجهات أو جهات معنية بأن تتوقف أو هي جهد نسعى من خلاله بإيصال رسالة خاصة كما تفضل زميلي سماحة الشيخ حمد مراد يعني نتحدث دوما عن القيم المشتركة التي علينا جميعا أن نحملها لهذا نحن نسعد بأننا في مركز التعايش الديني أصدرنا بيانا أعربنا فيه عن رفض كل خطاب يغذي التطرف والتعصب والكراهية ولكل إثاءة إلى الأديان وعلنا استنكارنا لأي ممارسات تمسوا بمشاعر أتباع الأديان وفي البيان الذي صدر عن مركزنا نقول أنه في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المجتمعات إلى الأصوات الرزينة وسط زعيق التطرف وضجيج الحظر ومواجهة الوباء الذي يهدد الناس وسلامتهم تستمر الإساءة لمشاعر إخوتنا المسلمين نحن شهدنا أن هناك إساءة وعبرنا عن رفضنا لمثل هذه الإساءة وكما قلت قبل الفاصل أن هذا المشرق حيث المسيحية والإسلام استمرت في تعايش فريد مدة أربعة عشر قرنا كان من حسن الطالع أن قيض لنا الله قيادة حكيمة أمينة يعني عندما نرى أن بعض القيادات تنزلق رأينا أن هذا الوطن وقائد هذا الوطن بقي دوما السباق بل الرائد في السعي إلى نشر ثقافة الخير والمحبة والمودة والوئام بين بني البشر يعني نستذكر في هذا الوقت نستذكر رسالة عمان التي أطلقت في عام 2004 وما دمنا نتحدث عن رسالة عمان وعن عمان التي تحب القدس أذكر إخوتنا متابعي عيننا على المشرق أن عمان التي أحبت القدس ترى في القدس دوما صوتا فيه اتزان يلتقي مع اتزان وحكمة عمان في هذا المساء يسعدني سماحة أخي يسعدني أن أكون معك ونرحب معا بعضو مركز تعايش الديني عضو الهيئة سيادة المطران منيب يونان الرئيس الأعلى لطائفة لكنيسة الإنجلية الأثرية في العالم الذي كان دوما صوتا للوئام والمودة مساء الخير صاحب السيادة مساء الخير كيف حالكم إن شاء الله مبسوطين في عمان وعنم اشتقيكم أهلا وسهلا صاحب السيادة أنا يعني باسم أخي سماحة الدكتور حمدي براد وباسم أحبتنا متابعي هذا اللقاء نرحب بكم ماذا تقول صاحب السيادة في هذه الأيام التي كما ذكرنا يكثر فيها زعيق زعيق التطرف وهذا الخطاب خطاب الكراهية اللي عم نشوفه للأسف يخرج إلينا ويؤثر في هذا الفضاء اللي لازم الناس تتحول فيه إلى معالجة مرضاها وإصاباتها من الكورونا هناك فيروس هذا الفيروس يتشر الآن للأسف ومصدره يعني من خارج المنطقة صح فضل سيدة أولا شكرا كثيرا على هذا البرنامج يا أبونا نبيل ونورسات اللي بتقوموا في هذا البرنامج ما أود أن أقوله أنه أولا لا يجوز كل ما عطف أحده الخارج يؤثر علينا في الداخل أو في الشرق الأوسط أو في بلادنا نحن عشنا ولا نزال نعيش بلحمة وطنية متميزة ونحن نعيش كشعب واحد في هذه البلاد ونريد أن نعلم الذين في أوروبا وفي أمريكا كيف يعيش المسيحيون مع المسلمين وكيف يعيش المسلمون مع المسيحيين وكيف المسيحيون مع المسلمين ولهذا السبب علينا دور هامل أن نلعبه بدل أن نصيح ونضعق علينا أن نحمل رسالة إلى أوروبا إلى فرنسا إلى جميع البلدان بأن أولا لنا عندنا رسالة عمان التي توضح بكل صراحة ما هو الإسلام الحقيقي الذي عشنا ولا نزال نعيش معه في هذه اللحمة الوطنية المميزة ولنا أيضا ولنا أيضا كلمة سواء التي تقول بأن عبادة الله تتطلب حب الله وحب الإنسان حتى الإنسان الذي يختلف عنه دينا وعرقا وجنسا وإثنية الإنسان الذي يضعق ويتكلم عن التطرف ويكره أخي الإنسان هو لا يعرف الله ونحن في الشرق الأوصف وفي الأردن وفلسطين مستعدون أن نذهب إلى فرنسا إلى أوروبا إلى أي بلد في إفريقيا في كل مكان حتى نعلمهم كيف يعيشون مع الدين الآخر وأنا أطلب من هذه الحكومات أن تعلم في المدارس والجامعات كلمة سواء وتعلم أيضا رسالة عمان لأن هاتين الرسلتين هما هامتان للوجود واللحمة الوطنية في كل مكان في العالم وليس فقط في الأردن وفلسطين نحن أصبحنا نموذج ونريد أن نكون نموذج نعلم الآخر ولا ينفع الضعيق إنما ما ينفع أن نعلم من تفوضتنا بأننا إنسانية واحدة تختلف أدياننا لكننا إله واحد الذي نعبطه وهذا الإله هو الذي يدعونا لحب الآخر الذي يختلف عنه صاحب السيادة يعني كيف ترون كيف ترون هذا الموقف المشرف الذي عبر عنه إخوتكم وأبنائكم المسيحيون بالوقوف إلى جانب إخوتهم المسلمين تعبيرا عن مشاعر الاحترام وتأكيدا على هذه اللحمة وعلى هذه الكلمة السواء التي تحدثت عنها في وثيقتين كريمتين صدرت من عمان رسالة عمان وتعالوا إلى كلمة السواء كيف ترون هذا الموقف المشرف لإخوتنا أبناء الكنائس المسيحية وهم يرفضون الإساءة إلى إلى الرموز الدينية والمس بمشاعر إخوتهم المسلمين وبنبي الإسلام النبي العربي الكريم شكرا أنا ما أرى في ذلك هذا ما تعلمناه في البيت وتعلمناه في المدرسة ونعيشه اليوم من علاقات مميزة بأننا دائما نقف مع إخوتنا المسلمين في وهم يقفون معنا في أي موقف مهين أو مسيء للرموز الدينية لأن ما يقومون به هؤلاء الناس يريدون أن يحولوا الصراعات السياسية إلى حروب دينية ونحن العرب المسيحيين إن كان في الأردن أو إن كان في فلسطين نقف دائما ضد هذا الفكر السقيم ولذلك إنه من الصبيعي ما يقفه ما تقفه الكنائس المسيحية والمسيحيون العرب في هذا الموقف لأننا نحن شعب واحد وهذا من الطبيعي لذلك أنا أطلب أيضا أكثر من ذلك إحنا في مركز التعايش علمنا أمور مختلفة علمنا مثلا علمنا رجال الدين إلى السلام علينا أن نحمل ونستمر أن نحمل هذه الرسالة ونصلها إلى الغرب إلى فرنسا إلى أوروبا ونقول هذا ما نعيش هذه مواقفنا لا يجوز ما تقومون بها إن كانوا سافة أو رجال دين أو ناس مرتزقة نحن موقفنا واضح موقفنا هو موقف بأن الأمور الطبيعية بأننا نحن نعيش مع بعضنا البعض وأوروبا التي تدعو إلى التعددية والتي عاشت التعددية كيف تميز بين الواحد والآخر أنا لا أقدر أفهم أنا أفهم ذلك ونحن هنا نريد أن نعلم ما معنى التعددية بكنهها وجوهرها ومعناها الحقيقي وليس فقط بالكلام ولذلك إن موقفنا ككنائس مسيحية موقف الكنائس المسيحية في العالم ضبئ خصوصا في الأردن وفلسطين هو واضح بأننا لا نسمح بالتعدي على أي رمض من الرموز الدينية لا نسمح بذلك وإذا أهين الإسلام أهين المسيحية وإذا أهينت الأقصى أهينت القيامة هذا هو ما عشناه ولا نزال معيشه ونريد أن نعلمه للعالم أجمع شكرا صاحب السيادة يعني هذا الكلام الطيب الذي نسمعه منكم إحنا متعودين أن نرى علماءنا ورجال الدين بيننا يعني هذا هو عهدنا بهذا النهج الذي نعتز نحن به نحن نشكر صاحب السيادة على هذا الاتصال تحيات إلى القدس تحيات إلى القيامة وإلى الأقصى تحيات إلى بيت لحم إلى البهد أرجو أن تتأكدوا من محبتنا هذه المحبة التي تتجسد من خلال هذه العلاقة الطيبة العلاقة المهمة التي تربطنا هي علاقة مقدسة مقدسة وهي علاقة صدر للصحب السيادة وتحيات القدس وتحيات القدس إليكم الله يحييكم سيادة المطران الحبيب الله يخلي ليك شيخ مراد كل الشكر والتقدير ودوما نحن قلبا واحد ويدا واحدة في ظل هذه الأوضاع وغيرها كما تفضلتم هذا البلد النموذج في المملكة وقيادتها الهاشمية المباركة وكل خطواتها من رسالة عمان كلمة سواء أسبوع الوئام شكلت هذا العطاء العالمي الإنساني وليس الأردني أو العربي أو الفلسطيني فحسب أو المقدسي فحسب ولذلك سيبقى إطارنا هذا العالم مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا من أجل حياة آمنة إن شاء الله دائما إن شاء الله بأنفاسكم وأنفاس من يعملون على هذا العمل الإنساني الإسلامي المسيحي الراقي نعم أبونا بمدين تسمح لي بس أقول كلمة صغيرة فضل فضل صاحب السيادة لابد أن مركز التعايش أن يقوم بماضرة إلى فرنسا في أسبوع الوئام أول أسبوع إما أن نذهب إلى فرنسا ونحمل معنا رسالة عمان ونحمل معنا كلمة سواء ونحمل هذا النموذج أن نذهب ونطلق بالكنائس هناك ونطلق بالجوامع وأن نقوم بمبادرة توعية في فرنسا وفي أي بلد تطلب مننا أنا أطلب منك أن تقوم بهذه المبادرة إن شاء الله نحن بالمعية سوف نتحرك بهذا الاتجاه دوما أخي سماحة الدكتور حمدي يعني هو يؤيد هذه الفكرة سوف نتحرك بهذا الاتجاه وسيبقى أبناء هذا الوطن المسلمون والمسيحيون وسيبقى مركز التعايش الديني كما عاهدتموه سيادة المطران وأنت أحد أركانه كما عاهدتموه دائما كان سفيرا للتعايش والمودة والحب للمسلمين والمسيحيين ولن نقبل ولن نتوانى ولن نتردد في أن نقدم هذه الصورة وأن نتحرك مركز التعايش أسس بعد 11 من سبتمبر نعم نحمد الله الذي وفقنا في أن ارتفع صوت هذه المؤسسة الوطنية التي تحرص على أن تقف في وجه كل تطرف وكل تعصب ولتكون شاهد شاهد على المسيحيون وأنت منهم سيادة المطران نعم يعني من أقوى الناس حجة في الدفاع عن الإسلام والمسلمين وفي قضايا الأمة نعم فشكرا على 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 هذه الفكرة الكريمة الطيبة هذا من طيب أصلك يا سيادة المطران وإحنا بياك سنتحرك بهذا الاتجاه وربنا ربنا يأخذ بيدنا جميعا لأنه الغاية هي يعني أننا نرفض كل ما هو مسيء للأديان نعم وللأنبياء وللعقائد وبعدين لما قلت أنت الإهانة التي توجه لأخي المسلم هي إهانة لنا شخصيا وأي إهانة لنا رأينا إخواتنا المسلمين يعني هم فزعتنا وإحنا فزعتهم فلن نقبل إلا أن نكون معا وسنبقى معا شكرا سيادة المطران شكرا والربي بارككم جميعا شكرا 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 أحبتنا متابعي عين على المشرق مرحبا بكم مجددا ويتجدد هذا اللقاء مع ضيفي وأخي سماحة الدكتور حمدي مراد سيدي كيف ترون يعني السبيل إلى إظهار الحقائق وتوضيح الصورة الأردن قام بهذا الجهد أوضح الكثير الكثير حول صورة الإسلام السمحي والمبادرات التي هي بحق مبادرات هاشمية كريمة لكن يبدو أن هناك هذا سوء الفهم ما زال موجود في أوساط في أوساط أوروبية يعني في فقر في بطالة في مهاجرين في قضايا عندهم يعني في عجز في عجز هذه المجتمعات عن حل مشاكلها منشوف أنه يتطور هذا هذا العجز إلى إلى صور تعبر عن تطرف وعن سوء فهم وعن انغلاق ومزيد من العزلة والانعزال كيف ترون يعني دورنا جميعا نعم يعني أولا يمكن إعلان دائم يعلنه الإسلام بمفاهيمه وكذا المسيحية أنهم ضد شيء يسمى القتل للإنسان الإنسان أخو الإنسان حريص على حياته فكأنما قتل الناس جميعا قاتلوا أي إنسان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه اللغة لا يكفي أن نعلنها شعارات نحن بالأردن وبقيادة صاحب الجلالة تم تصدير ثلاث رسائل ذكرت قبل قليل نعم على الصعيد العالمي لعبت دورا واسعا نعم وتركت بصمات عند قادة دول العالم لكن يبدو أننا بحاجة إلى أن ننزل تحت هذه القيادات ونشتغل كعلماء ورجال دين لنفتح الأبواب في كل مناطق العالم وبؤر ما نستشعر أنها بؤر قابلة للتطرف نتيجة الجهل وعدم الحوار الكافي ليصبح هذا الحوار بين هؤلاء القادة هي تقارب إنساني أخوي للمشتركات التي تحافظ على كرامة الإنسان وحياته بعيدا عن العنف ومواجهة ونبذا لهذا العنف بحاجة إلى جولات ليست ردود فعل وإنما لوقفات حقيقية مستمرة لا تتوقف كالطعام والشراب لأن العالم المادي يستشري في العالم وواضح أنه يزداد انحرافا في بوصلته باتجاه إثارة العنف وإثارة التطرف وإثارة الصراع الدين هذا يحتاج مننا جهدا خاصا ضمن برامج متواصلة مش اتضح لنا أنه أوروبا ما زال عندها مشكلة طبعا مشكلة كبيرة كبيرة نعم واضح يعني أنا أخشى بأنه أن تصدر هذه المشكلة إلى بقاع أخرى في هذا العالم ولذلك يعني ناقوس الخطر أنا أعتقد بعد كلام ذلك الزعيم ناقوس الخطر قد دق ويحتاج وقفا هذا ليس كلاما عابرا وليس عاطفة مسربة وإنما موقف حازم متطرف ولذلك نحن بحاجة إلى هذا الحوار نحن نسمع الرأي الآخر مهما كان منحرفا لكن ليسمع منا إذن يعني كما سمعنا ما يقهر الإنسان حيث كان ليسمع منا ما يسعد الإنسان حيث كان فأنا أعتقد ما طرحه سيادة المطران من تحرك باتجاه أوروبا بدءا من فرنسا وإن شاء في كل بلد هيئة مشتركة دائمة مشكلة من كبار رجال الدين والعلماء يبقوا دائما على اتصال وعلى حوار وعلى تعاون من أجل إطفاء مسبق أخذا بالأسباب في أي وضع يستشعر من خلاله أن هناك وضع غير سوي اثنين أن يصبح لنا مجال لجوالات باللقاء بهؤلاء الزعماء حتى محبة منه في أن نكون مشتركا في فهم لصالح الإنسان ونحن متأكدون عندما نقول لهم هذا مشروع للإنسان وأنتم تحملون رسالة هذا الإنسان كزعماء سياسيين فلنبرمج معا خطوات طيبة نحن وإياكم أين المشكلة؟ وعندما تجدون منا ما لا يليق نسمع منكم واسمعوا منا شيئا اللي نستطيع من خلاله أن نخطو خطوات فاعلة توقف هذه الإرهاصات الخطيرة التي مع أزمة كورونا قابلة للأسف لأن تكون لها انفجارات خطيرة على صعيد الأمن العالمي وليس على صعيد إقليمي فحسب سيدي نحن نرى بأن ما حدث هو يشكل يشكل خطوة فيها الكثير من النذر الشر نعم وأتمنى أن يكون هناك عقلانية عند من هم سبب في إثارة هذه المشكلة في هذا المساء ونحن ننظر إلى تداعيات ما حدث جريمة قتل معلم أستاذ استعمى الرسوم الدينية مستفزة مسيئة الرد على هذا كان بقتل ثم الآن الرسوم مجدداً تتكرر وإصرار على هذه الرسوم معالجة هذه الأمور بهذه الطريقة يعني هي أكثر خطراً أكثر خطراً صحيح كنا نتمنى في هذا المساء أيضاً أن يكون معنا زميل لنا وصديقنا في شبكة العلماء ورجال الدين التي شبكة تعايش الديني شبكة مركز تعايش الديني في المنطقة والعالم كان مفروض أن يكون معنا الدكتور الشيخ إبراهيم رضا وهو من علماء الأزهر الشريف وهو عضو المنتدى الدولي لحوار الثقافات والأديان وهو يعني فضيلته هو إعلامي معروف بالفضائيات المصرية ويعني كان ضيفنا في الأردن عدة مرات وشارك معنا في برامجنا في الولايات المتحدة وفي أوروبا لكن لسبب فني قاهر لم يتمكن من أن يكون جزء من هذه الحلقة سيدي شو رسالتك لنورسات الأردن وهي تحمل في هذا المساء تريد أن تحمل الرسالة إلى أبناء وطني وإلى إخوتنا المسلمين والمسيحيين ماذا تقول لهم من عين على المشرق نقول لهم يدنا بيدكم وقلبنا مع قلبكم النابد بهذا العطاء الإيجابي بهذه الرسالة المقدسة التي تحملونها في المشرق لتكون نورا خارج المشرق نكون معا وسنبقى معا في خندق هذا العطاء وندعو لكم دوما بالتوفيق ونتحرك باتجاهكم دوما صوتا وأداءا وانتقالا من مكان إلى مكان ضمن هذه الرؤية الإيمانية الإسلامية المسيحية الإنسانية سيدي نحن وإياك نريد أن نعيد تأكيد ما أكدناه بالأمس وهو أننا من موقعنا وقد تابعنا باستهجان الرسوم المسيئة واستمعنا إلى لهجة الخطاب السياسي الصادر من فرنسا التي من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية وتغذية الفكر الإرهابي فنطالب بوقف فوري لمثل هذه الممارسات وندعو جميع القيادات الدينية والسياسية والمجتمعية إلى مواجهتها ومنعها والعمل على نشر الوئام وتعزيج ثقافة احترام الأديان والمقدسات وعدم المس وعدم المس بالرموز الدينية يعني اللي بده يتشاطر رجاءا ما يتشاطر على الدين ولا يتخذ من الدين مطية فالدين هو أقدس من أن يكون عرضة لسوء التفسير وللمس به ولا يجوز المس بمشاعر أتباع الأديان كل الأديان نحن من عمان صاحبة الرسالة نجدد نجدد الحب والمودة التي تتعلمها من السماء الأردن هذه الأرض المباركة ستبقى إن شاء الله نموذجا في التآخي في هذه المودة أنا في هذا المساء وفي نهاية هذا اللقاء أجدد الشكر لك سيدي أخي وتوأمي سماحة أبو محمد الأخي العزيز وتحية لكم أحبة المسيحيين والمسلمين وأنتم ترسمون في هذا في هذا الوطن من خلال هذه الأخلاق الحميدة الطيبة ومن خلال هذا الخطاب الوازن الرزين الرصين الذي يحرص على أن يقول الحق ولا شيء غير الحق يا أخي تكلم حسنا أو أصمت فنحن من عين على المشرك نجدد الشكر لمتابعتكم وإلى اللقاء وعسى الله أن يساعدنا جميعا على مواجهة فيروس الكورونا وفيروس الكراهية تصبح هنا على خير رحمة الله كل خير الله ينور عليك شكرا شكرا نور سبت ليل وميين نور سبت ليل وميين محب وخير نور سبت ليل وميين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة